السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام رجالنا معكم في فيديو جديد دائما على قناة إلكترو والألفا بالنسبة للهواتف المستعمل رمزلين عندنا وحد الكيمية منهم يمكن لكم تشوفوا الفيديو السابق واشتعرفوا على الأثمينة ديالهم فهذا الفيديو هذا عندنا وحد المراجع الهاتف صدر في هذا الشهر لشركة فيفو هاتف فيفو يجري كنز اس سنشوف معكم شنا هي أهم المواصفات اللي كينفات تليفون هذا سنشوف معكم التامان دياله ونقارنه بمنافسين اللي كينين في نفس الفيئة السعرية دياله باش حتيلا بغيتوا تتاخذوا تليفون في هذيك الفيئة السعرية تعرفوا عشنو غادي تختاروا خليكم معنا حتى الاخر للفيديو غادي نبدو معكم إخواني على بركة الله غادي نفتحوا العلبة ديالهاتف فيفو يجري كنز اس وغادي نشوفوا شنا هما الأكسيسوارات اللي كيجوا مع التليفون هذا بمجرد ما كنفتحوا العلبة إخواني كرام أول حاجة كنوجده هو هذه البواطة هذي هذه البواطة اللي فيها واحد البوشيت من نوع سيليكون كتجي على هذي شكل هذا كتجي نبات ديزاين هذا كيفما كتشوفوا وكين هذي الكتيب الخاص بالهاتف ثم من بعد كنوجده التليفون ديالنا فيفو يجري كنز اس غادي نحطوه هنا ونكملو نشوفو شنو كين كين هذي الورقة اللي في الاميديا التليفون وفي الأسفل ديال العلبة كنوجده الشاحين هذي الشارجور هذا كيجيب القوة ديال عشرة واط عشرة واط كيف ما كتشوفوا معنا وكين كابل كابل من طبع الحال هنا غير ميكرو ماشي التبسي لأن الهاتف كيفما ذكرنا في البداية ديالفيديو هاتفين تمي للفئة الاقتصادية وكين هذي الإبرة هذي باش كيمكن لنا نزولو الكارت سيم والكارت ميموار إذا هذا هو الهاتف ديالنا إخواني الكرام كيجينا بها تصميم هذا وخا تليفون كين تمي للفئة الاقتصادية إلا أنه كيجيب تصميم جميل جدا الديزاين ديال الكاميرات بحلو بحلقات تليفونات الخارجين في 2022 كيجيب كاميرات عندهم دوائر كبار هذي الموضة اللي كيندبها في تليفونات في هذا العام ديال 2022 وبنسبة للدار ديالورة كيجيب واحد الملمس خاشين شوية كيفما كتشوف في الفيديو في بحل شي بحل ذوك الشراطي هابطين كيفما كتشوفوه والخامات ديالهم طبيعة حال كيفما اذكر نارهم من البلاستيك في الأسفل ديال تليفون هذا كنوجد منفذ ديال الشحن من نوع ميكرو وكين منفذ ديال السماعات كين ميكروفون ثم كين سبيكر في الجنب ليمن ديال تليفون كنوجد زر ديال تشغيل في بصمة مدماجة وكينين أزرار ديال الرافع وخفض الصوت في الجنب ديال هاد ديال هاد الزر هذا أما في الأعلى فكنوجدو المنفذ ديال الشرائح اتصال تليفون ديال يمكنك تخدم فيه جوج ديال كارت سيم زائد كارت ميموار هذا التليفون هذا كيجينا ببطارية الساعة ديالها 5000 ميلي امبير مع شاحن بقدرة 10 واط كيجينا بذاكرة تخزين ديال 32 جيجا ثلاثة جيجا فرام هاتف بالرغة كينتامي للفئة الاقتصادية إلا وأنه كيجيب واحد تصميم له جميل جدا واحتاج الواجهة ديال فيفو كيفما كتشاهده هنا فهي واجهة مستقرة ما فيها لا إشارات للتشيح هجم كتلقشت تطبيقات زائدين من غير تطبيقات ديال النظام هذا سيخليك تنتقل ما بين التطبيقات بواحد السلاسة عكس بعد الهواتف الأخرى اللي كتلقى بزاف ديال تطبيقات زائدين وبزاف ديال إشارات هذا بالإضافة للتصميم الجميل كما ذكرنا جيجي بها تيليفون بالرغم من أنه كينتامي للفئة الاقتصادية بالنسبة للكاميرات التي كتبت فيها تيليفون فالكاميرا الرئيسية تتحق بطيقات ديال 13 ميجابيكسل والكاميرا الثانية تتحق بطيقات الجوج ميجابيكسل الكاميرا تدفين الكثير من المميزات وخاءة تيليفون كينتامي للفئة الاقتصادية من بينهم هذه الميزة كيفما كتشاهده السوبر ماكرو للتصوير الاجسام الصغيرة او للاشياء اللي كتكون صغيرة كيفما كتلاحظو هنايا. بالنسبة للفيديو فالتيلفون هذا كي يدعم اه تسجيل فيديو بجودة الف وثمانين بيكسل. يبقى الاداء ديلة ديلة الكاميرات هادو اه مقبول مقارنة مع بعض المنافسين اللي كنين في الفئة السعرية ديلة التيلفون هذا. بالنسبة للكاميرا الامامية فهي كتجيب دقة ديلة 8 ميجا بيكسل فهي بزفحة ديلة المميزات احتها هي. وكتبقى كاميرا كيفما ذكرنا مقبولة مقارنة مع بعض المنافسين الخرين. هاتي الفون هذا كجيب معالج اخواني الكرام من نوع هيليو بي 35. بالنسبة للتامن ديلات لهاتي فهذا اخواني الكرام فالتامن ديلة فالجملة كيدير 1200 درهم في المحلات غادي تلقاوه باقل من 1200 وخمسين درهم. اذا كانت هذي اهم مميزات اللي كيجيب على التيلفون هذا. تيلفون كيجيب تسميم عصري. وكيجيب بزاف دي المميزات من بينار البطارية الساعدية ل 5000 ميلي امبير كاميرا 13 ميجا بيكسل كاميرا مقبولة. اه ربما العيب الواحد اللي درته شركة فيفو هنا هو ان هذي فهذا جاب بدكية تخزين ديلة 32 جيجا حبادة لو كان لو كان داره 34 جيجا كان غادي يكون حسن. غادي تخلي بلين لاراء ديالكم اخواني الكرام. غادي تقول لنا شنو رأي ديالكم فهذا لا تفاذة بالمقارنة مع السعر اللي جابيه. هنا نأتي الى نهاية هذا الفيديو اخواني الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.